امتحان موحد امتحان موحد وهذا موعده التعليم تكشف تفاصيل امتحانات طلاب الشهداء الاعدادية كشف الدكتور طارق شاوك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن اجراء مناقشات عدة حول الشهداء الاعدادية موضحا انه كان هناك سنوريوهين اما انه اجل الامتحان كما اعلننا في وقت سابق او نعقد امتحانات ويضطر الطالب لنزول اللجان ست ايام اي قرابة واحد وخمسة من عشرة طالب وهذا حل يمثل خطورة عليهم مشيرا الى انه تم الاتفاق على الشكل النهائي للامتحان واضاف شاوكي خلال بس مباشر عبر مدرستنا واحد لاعلن تفاصيل الامتحان وشكل الدراسة بالترمي الثاني اليوم الخميس انه تكرر عقد امتحان موحد متعدد متعددة التخصصات للطالب يوم سبع مارس في جميع المواد لمدة ثلاث ساعات او اكتر ومن يجتازه يكون قد تم تقييمه في الفصل الدراسي الاول الا انه لا يتم اضافته للمجموع النهائي اشهر الوزير اللي ان هذا القرار يضمن تقييم عادل ويجنبنا من حضور الطلاب اكثر من يوم في الليجان ويتم احتساب المجموع على الامتحان الاخير في يونيو وليس في الترمي الاول ونوه وقال بانه لا توجد امتحانات لطلاب الشهادة الاعدادية والسنوية الا نهاية العام في امتحان واحد فقط مشيرا الا ان هناك تمانية مليون هناك تمانية مليون طالب لن يدخلوا الامتحانات من اول الصف الاول وحتى ثلاثة ابتدائي وبتمنى الجميع الطلبة وطلبات النجاح والتوفيق الدائم وفي نهاية لو الفيديو عجبكو ياريت تدعموني بلايك وشير وتفعلوا جرس تنبيهات وتشتركوا في القناة لان ما اشتركوا قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته